نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية تأثير ارتفاع درجات الحرارة على مهام وتدريبات القوات الأمنية المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي قال إن القوات الأمنية بمختلف صنوفها تمارس مهامها الأمنية والعسكرية على المداري الأربع وعشرين الساعة وخاصة في المناطق الصحراوية للمتابعة وملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي بعيدا عن درجات الحرارة وتأثيراتها وكانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أفصحت عن متابعة لها وجود وفيات في صفوف منتسب القوات الأمنية بسبب ذروة الحر بالعراق